زاك الله خير الآن نريد الكلام عن العلاقة بين الحاكم والمحكم أو بين الراعي والرعية ما هي الضوابط الشرعية في هذه العلاقة؟ بالنسبة للحاكم لا بد أن نعرف أنه موظف لتالرعية نعم وأن له اختصاص محدد وصلاحيات محددة لا يتعدها نعم فليس هو مالكا لرقابهم ولا أموالهم ولا أزواجهم ولا أراضيهم ولا أبنائهم هو أشير عندهم في وظيفة محددة لا تتعدى فيها الصلاحيات والرسول صلى الله عليه وسلم منعنا من تعدى الصلاحيات كما في حديث البيع حديث عبادة بن الصامت وضي الله عنه باعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماء والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرى وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لوم تلائم نعم وكذلك الصلاحيات أصلا اعتبرها الله في كتابه فقال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين أيدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليهم يا داود إنا جعلناك خليفة في القرى نعم هذه الصلاحيات محددة نعم لا تتجاوز نعم وهذه الصلاحيات ليست حقا مكتسبا حقا أقصد موروثا ولا حقا لشخص لذاته أنه هو يستحقا يحكم له صلاحياته بذاته ولا هو من طينة غير طينة البشر نعم هو من طينة البشر وله حقوق وعليه واجبات وصلاحياته المحددة هي بحسب العقد الدستوري العقد الاجتماعي الذي أقيم به ولي به نعم والقبائل المحيطة بالمدينة من المشركين وقبائل أهل الكتاب الثلاثة نعم التي كانت من قرى من النظيري ومن قي نقاع نعم فكانت هذه الوثيقة تشمل المواطنة ومال الجميع من الحقوق وما عليهم من الواجبات وكيف يتعايش ونتعايشا سلميا فيه مراعاة الحقوق والأقليات وكل له حقه ويعرف وظيفته ومستواه نعم هذا كان واضحا لهم إذاك نعم فهذا أصل الدستير ووثيقة المدينة طيب هذا الحاكم الأجير عند هؤلاء الرعية وهو ما قاله أبو مسلم لمعاوية السلام عليك أيها الأجير نعم لما قيل له قل السلام عليك أيها الأجير قال دعوه فهو يعني أعرف ما يقول نعم نعم هو كذلك فهذه هي الحقيقة نعم أيضا صلاحيته ليست هي كل الدولة كثير من الناس يظن أن الدولة مدغمة في الأمير مدغاما خالصا في الأمير نعم بل يرون أنه هو الوطن نعم ومن خالفه يقوله هذا ليس وطني شتم الوطن ايه شتم الوطن شخص رئيس صحيح هذا غير صحيح هذا أجير عند المواطنين في هذه الدولة وهو فرد من أفرادهم له ما لهم عليه ما عليهم ومن أراد تبين ذلك فليسر قبره بعد موته بثلات أيام لا إله إلا الله ايه السيران سواء مع غيره بين القبور نعم فلذلك الحاكم له صلاحيات محددة في الدولة كثير من الأركان الأخرى يقوم بها شخص آخرون قضية القضاء وما يتعلق به قضية الفتوى الفتوى والمظالم قضية الشوراء نعم هي المجالس النيابية والبرلمانية نعم هذه عبارة عن نيابة عن الشعب في التصرف في أملاكه وأموره الملك ينقسم إلى قسمين ملك خاص وملك عام نعم الملك الخاص ما يملكه الشخص في بيته وماله وما يملكه وضيعته نعم الملك العام له حق مشترك في هذه الأرض في خيراتها الحاكم المحكوم سواء نعم كل له حق نعم ومن لم يولد بعد له حق نعم فكل المواطنين شركاء في هوائها ومائها ونفطها وزرعها وترابها صحيح هم شركاء الحاكم عنده مخصصات يجب أن تكون معروفة معروف قدرها لكن قبل ذلك هؤلاء التصرف لا يمكن أن يكون بأيديهم جميعا أنت الآن البر والفاجر والمؤمن والكافر والرشيد والسفيه من المواطنين يتصرفون في أملاكهم الخصوصية نعم دون أن يستنكر ذلك أحد نعم يهدمون ويبنون ويبعون ويشترون الأملاك العمومية لا يمكن أن يتصرفوا فيها بنفس التصرف من السلوتيرة صحيح فلذلك يحتاجوا إلى من ينوب عنهم في التصرف نعم هذا الذي ينوب لا بد أن يكون لهم اختيار فيه فهو وكيل نعم ولذلك المجالس النيابية لا يشترطوا فيها الشروط التي تشترطوا في الإمام ولا يشترطوا فيها الذكورة ولا العدالة ولا البلوغ أصلا لأن الإسان يمكن أن يوكل على البيع والشراء ذميا نعم يمكن أن يوكل على البيع والشراء صبيا يمكن أن يوكل امرأة صحيح فهذا الوكيل يعني هو النائب ليس إلا وكيلا هو مجرد وكيل في التصرف نعم إذا كان له صلاحيات أخرى مثل سن العقوبات والتوقيع على الاتفاقيات العام فيما لا نص فيه فيما لا نص فيه نعم هذا نعم يزداد الشروط نعم وينبغي أن يكون هذا في غرف محددة ولذلك البلا معنات في داخلها يكون فيها لجان لجان نعم وكل لجنة متخصصة نعم كل لجنة متخصصة لجنة الدراسات لجنة القانون لجنة الاقتصادية لجنة الميزانية لجان